موسيقى غالبا ما يلقى اللوم على مواقع التواصل لإسهامها بنشر الإشاعات والمعلومات المغلوطة في بعض الأحيان وسط تزاحم المغردين والنشطين لنشر سبق صحفي وحصد أكبر عدد من الإعجابات ولعل أكثر المتأثرين بهذا الجانب ربما السلبي لمواقع التواصل هم الناشطون الفلسطينيون الذين شرعوا بنشر حملة هذا الأسبوع واسعة بهدف مناشدة المغردين والناشطين التقيد بالمعايير الأخلاقية والإعلامية قبل نشر الخبر فكانت حملة تحت وسم سوشلها صح بهذه الصور انتشرت تطالب الناشطين بالتفكير قبل التغريد لقطات نشرها الناشطون لتفاصيل حملة سوشلها صح على فيسبوك إنسانيا يجب مراعاة مشاعر المشاهد عند نشر مقاطع يملأها الدماء والموت سوشلها صح الصورة تدين صاحبها أحيانا فلا تسهل مهمة احتلال أنا بسوشلها صح وانت كنا تقدر بسوشلها صح سوشلها صح سوشلها صح الحقيقة أولويتي مش اللايك سوشلها صح للحديث عن حملة سوشلها صح سأرحب من رومالة بن ناشطة والإعلامية جهان عوض جهان ما هي ربما أبرز المشاكل التي يعاني منها ربما المغردون الفلسطينيون والتي تسببت بإطلاق هذه الحملة صباح الخير جيسي إليك ولجميع المشاهدين هذه الحملة انطلقت طبعا من قطاع غزة من الزميلات في فلسطينيات وجميع الصحفيين والنشطاء انضموا إليها لاحقا لأنها كانت ضرورة خاصة في ظل الأحداث التي نعيشها في فلسطين كل يوم هناك شهيد هناك جرحة ويتواجد أي شخص يتواجد في مكان الحدث هو يملك كاميرا ويملك انترنت غالبا هناك شهيد وغير ذلك قبل فترة نشرت صور مروعة لأشخاص والدة الشهيد لم تكن بعد تعرف باستشهاده بالتالي تخيلي أن الأم يصلها الخبر مع صورة صادمة هذه كانت تداعيات إطلاق هذه الحملة وانضمنا جميعا إليها لندعو الجميع للالتزام بالمعايير الأخلقية الجميع يريد نقل الخبر مؤكد أن النية سليمة دائما لكن حتى أنا شخصيا يعني عنيت من قصة السوشيل ميديا بأحداث شخصية كانت تخص العائلة بوفاة أختي وإخوتي كانوا في المطار قادمين وأنت في المطار مؤكد نتسلى على الإنترنت كان الجميع ينشر خبر وفاتها وإخوتي قادمون إلينا لا يعرفون شيئا فمشاعر العائلة في هذه اللحظة هل تحزني على الحادث أم نتصل على الجميع أرجوكم إحذفوا الخبر نرجوكم بدأنا الاتصال بالصفحات فهذه ربما تجربة شخصية لي وهناك تجارب كثيرة لآخرين خاصة في ظل الأحداث الحالية جريح شهيد أيضا مواقع التواصل الاجتماعي في بعض نشروا أسماء شهداء خاطئة منفل العملية فلان الفلاني وجيش الاحتلال ذهبوا اعتقلهم جيهان أولا يعني الله يرحمها أختك طبعا من المروع أن نكتشف هكذا أخبار على مواقع التواصل لكن نلاحظ خاصة في الأحداث الفلسطينية ربما لتكرارها بأن الموضوع يزداد سوءا من ناحية إما نشر الصور المروعة نشر أشلاء نشر أسماء الموضوع يزداد سوءا ولا يتحسن رغم مبادرتك هذه لماذا برأيك؟ يعني أي صفحة على الفيسبوك أو على تويتر تهدف دائما لمعجبين إذا كنت أنا أنشئ صفحة مؤكد أن عدد المعجبين يهمني عدد اللايكات الكومنتات ويفاخر البعض أن هذه الصفحة وصلت إلى المليون متابع وصلت إلى آلاف المتابعين لكن دون مراعاة يعني لا عائلات الشهداء ولا عائلات الأسرة ولا أي من أخلاقيات المهنة قبل فترة سيارة إسعاف صور لطفلة صغيرة وقعت في مكان وقطعت رجلها صور هذه الصورة وأنزلها على فيسبوك دون مراعاة أن أهلها الآن في المستشفى ربما لا يشاهدون مواقع التواصل الاجتماعي ولكن هذه الصورة الصادمة لن يسمحوا بنشرها يعني اللايكات وأنني أنا صاحب الصبق حتى لو لم تكن لم يعد الصبق الصحفي صبق على أو حصرا على القنوات والراديوهات والمواقع الإخبارية وإنما أصبحت أيضا صفحات الفيسبوك تنافس يعني الحملة أيضا هدفها كيف نستغل السوشال ميديا بشكل جيد نخدم قضيتنا نخدم تمام عن هذه النقطة جهان استغلال مواقع التواصل بشكل أفضل سمعنا كثيرا في خلال هذه الحملة أنه مثلا نشر أسماء الجرحة أو أسماء القتلة ممكن أن يضر بهؤلاء كيف ذلك طبعا يعني نقول دائما نريد أن نستخدمها بشكل جيد يعني جرحة الانتفاضة الحالية إذا ما نشرت اسم الجريح في مستشفرام الله أنه ذهب الجريح الفلاني إلى مستشفرام الله أنا أقول بأنهم نقلوه عن موقع المواجهات بالتالي أنا يعني هو يذهب إلى المواجهات ملثم لا يريد أن يفسح عن هويته بالتالي أنا فقط أدل الاحتلال عليه وأقول للاحتلال من هو في قصة الشهداء حتى نحن في القنوات وفي الوسائل للإعلام ننتظر إعلان وزارة الصحة ليس لأنه جهة رسمية نريد الالتزام بذلك وإنما لأن وزارة الصحة لا تعلن إلا بعد أن يتم إبلاغ ذوي الشهيد ويعني يأخذ وقتهم لا نريد بهم أن يتفاجأوا بإسمهم على الشاشة أو مواقع التواصل الاجتماعي تمام يعني التروي هنا نتحدث عن التروي أولا ربما أيضا التحقق من الخبر قبل نشره جهان هذه الحملة أيضا أكيد لحظت بأنها تقارن بين ما حدث في باريس وبين ما يحدث ليس فقط في فلسطين لكن في دولنا العربية ككل المغاردين العرب يعني ينشطون في نشر صور جثث لكن كما رأينا في هجمات باريس ولا صورة واحدة أظهرت أشلاء ولا جثة ولا دماء حتى إلا الجثث المغطات لماذا برأيك؟ نعم للأسف لا يزال لدينا هذه الثقافة بأنني أنا صاحبة الصورة القوية لهذه الأشلاء يعني نفسيا إذا ما لجأنا لعلم النفسي يقول لك بأن صورة الأشلاء تنظرين إليها مرة واحدة ولا تحبين إعادة النظر إليها بالتالي يعني الناس تنشر هذه صور الأشلاء إذا ما قررنا نفسنا فعلا بما حدث في فرنسا في باريس نقول بأنهم لم نرى صور الجثث وإنما رأينا قصص إنسانية تعمقت نحن أيضا تذكرنا هذه القصص لناس من باريس ربما لا نعرف قصص حول شهدائنا الذين انتشرت أشلاءهم يعني الصورة لمهند الحلبي الشهيد مهند الحلبي وهو يحمل قطته بشكل جميل جدا انتشرت بشكل خيالي حتى على المستوى الغربي وليس فقط على المستوى العربي لكن صور الأشلاء وغيرها هذه لا تحقق نتيجة اسمحي لي جهان بالمقاطعة هنا لأن من يدافع عن نشر ربما الصور قوية بعد الشيء لما يحدث هنا في العالم العربي يقول بأنه من الضروري أن نظهر فضاعة ربما إما هجمات داعش أو فضاعة ما يحدث في دولنا لأن الغرب لم يعد يهتم فيضطر الناشطون حسب قولهم أن ينشروا الفضاعة تدريجيا كما هي تزداد يعني هم يقولون أنهم ينشرون الواقع نعم نتفق بأنه هذا الواقع ولكن عند النشر علينا أولا أن نراعي أهالي يعني أنا لا أتصور أن التسجيل لحادث الحادث السير الذي قضت به أختي رحمه الله لا أتصور أنني لا أستطيع مشاهدته بالتالي لا يجب نراعى ذلك أيضا الجريمة يعني ليس أكثر من أن تقولي خمسة أطفال قضوا في هذا القصف وفي هذا يعني الموت أليس جريمة هل يجب هذه الصور نعم علينا أن نجمعها ولكن لنذهب إلى محاكم الجنايات لنحاكمهم يعني لغايات أخرى وليست لغايات النشر الأجانب لن يتعاطفوا معنا بهذه الصور سينظر إليها مرة واحدة ولا يريد إعادة النظر إليها سيتعاطف مع الصورة الجميلة للشهيد وأن تكتب له قصته الإنسانية هذا كان يعني يحضر نفسه للزواج وقتل أو استشهد قبل يوم واحد من زفافه هذه قصة مؤثرة أكثر من صورة الأشلاء والدماء التي ستؤثر سلبا على الأهل وأيضا حتى على التضامن من الخارج صحيح جهان طبعا الجدل مستمر ويطول عن دقة نشر الأخبار على مواقع التواصل ودرورة التحقق منها سأشكرك الإعلامية والناشطة جهان عواض كنت معنا مباشرة من رملة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك